سعر العلف هو التكلفة الأقل بالزبط وزي ما أنا قلت لحضرتك هي القصة هنا قصة اللي إحنا محتاجين العلف ليه؟ لأن العلف حيشجع الاستثمارات إحنا لو قدرنا نعمل زراعات تعقيدية وده حصل معالي رئيس الوزراء كان فيه اكتباع ومعالي وزير الزراعة أعتقد يعني النقطة دي مهمة جدا بالنسبة له وتكلم فيها كتير وليه الأمانة عمل فيها اكتباعات سابقة ولكن كانت المشكلة أنها يعني الدولة ما بتدخلش فيها بتقل فالمرة دي أعتقد الموضوع بقت الدولة دخلة فيه بتقل جامع حلو وحددت فيه هي أسعار في الاجتماع الأخير بتاع معالي رئيس الوزراء للدورة وللسوية ودخل معاها عباد الشمس علشان نشجع الفلاح المصري ونديله سعر ضمان يزرع كميات كبيرة ويبقى عارف أنه هيربح هيربح من الزراعات دي ده يعود علينا أن احنا نقلل كميات الاستراد ونطمن المربي بتاع الدواجن والنتاج الحمالي بشكل عام أنه أن احنا يعني الخامات العلاف هتكون موجودة الكلام ده لو تنفذ هو ده اللي فعلا هيكون ليه تأثير حقيقي على التكلفة وزيادة حجم الانتاج لأن كل ما حجم اللي أنا مؤمن بأن حجم الانتاج لما هيزيد هو ده الدرايفر الحقيقي لخفض السعر هي معادلة اقتصادية طبيعية يعني ده أول اقتصاد بالضبط والله أنا عندي معروض أكبر من حجم الطلب السعر هيقل ده طبيعي جد بالضبط طيب وهو ده اللي احنا متعودينه في الصناعة دي احنا بنقول عليها فلاطايل يعني إيه اللي انت تحركت لا السعر الدواجن دي عامنا زي القوطة كده يوسف ليه يعني مجنونة ولا نبي ولا حاجة والنبي أنا رجل أبسط من ذلك في كتير هي يعني وتحركت يعني المرونة بتاعتها وتأثر سعرها بأي كميات في العرض والطلب بيبقى واضح أنا بالنسبالي كان واضح من اللحظة الأولى أنه احنا مقبلين على رمضان كل سنة وإحنا كلنا طيبين واللهم مبلغنا رمضان ده مش بس كده أهلينا كمان المساحين عندهم صيام الخمسة وخمسين يوم فيبقى بعد الصيام بإذن الله هيفطروا إلى آخره فلازم الدولة كانت تتحرك لسد هذه الثغرة أو الفجوة الغذائية ودي أحد أدواتها ده أداة أحد أدواتها مش في الدواجن بس يعني برضو عايزين نكون يعني واضحين في الحتة دي هي أحد أدوات الدولة سواء في الدواجن سواء في أي سلعة تاعة